بعد نحو أسبوع من انهيار برج مدينة أبدان المكون من عشرة توابق وتشكيل احتجاجات شعبية واسعة لمسندة أهالي أبدان في مدن إيرانية نزل المواطنون في أبدان إلى تظاهرة رغم تحشيد نظام قواته في هذه المدينة وفي الليلة السابعة من التظاهرات الحماسية لأهالي أبدان بشعارات أقتل من قتل أخي وحاول عناصر النظام الليلة تحويل مسار الاحتجاجات الشعبية من خلال تنظيم مظاهرة حكومية لكن بفضل يقظة المواطنين تم تحطيم المؤامرة وأجبر الشباب عناصر ومرتزقة النظام على الفرار أهالي المدينة أطلقوا صيحات الاستهجان على عملاء الحكومة وحولوا عرضهم المضحك إلى مسرح احتجاج وعطلوا هذه المهزلة الحكومية وأطلقوا على عناصر النظام يا عدمي الشرف ورددوا شعارات سأقتل من قتل أخي وجرت مظاهرات تكريما لضحايا هذه الحادثة كما شهدت مدينة مسجد سليمان مظاهرات لأهالي هذه المدينة تضامنا مع أهالي أبدان وجرت اشتباكات بين أهالي مسجد سليمان وعناصر النظام القمعيين